وبالتزامن مع ارتفاع الحرارة وهجوم الصيف في توقيته المحدد ببداية حزيران أعلن العراق عن تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل امدادات الغاز حسب بيان لوزارة الكهرباء التي أوضحت أن خفض كميات الغاز سبب تراجعا بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيم عليه جفاف وكان العراق قد أعلن عن اتفاقه مع طهران على تزديد مليار وستمائة مليون دولار اعتبارا من الأول من حزيران لضمان تدفق الغاز خلال أشهر الصيف الأربع لكن الموازنة وعدم الاتفاق على قانون الأمن الغذائي جعل من الخلافات السياسية مصدرا إضافيا في معاناة العراقيين وذكرت الكهرباء بأنه ونطل لتقليل 5 مليون متر مكعب من كمية الغاز الإيراني المورد فأن ذلك أدى بالضرورة إلى تحديد أحمال المنظومة وبالتالي كان سببا لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية فيما يسأل العراقيون أصحاب القرار عن سر تجاهل حقوقهم بحياة كريمة مع وجود تريليونات من فائض العملة